في الفترة الأخيرة شددت السلطات الكويتية من إجراءاتها بشأن العمالة الوافدة خاصة بسبب الوضع الصحي اللي بيعاني العالم كله منه أخيرا قررت سحب رخص القيادة الممنوحة لفأة كبيرة من الموظفين الوافدين كمان بتدرس حاليا شرط جديد لقدوم الوافدين واللي مفروض هتبدأ تنفيذه الفترة اللي جاية فإيه هو الشرط ده؟ تعالوا نشوف بعد أكتر من سنة على توقف حركة الطيران المباشر بين مصر والكويت في مارس 2020 وكل العمالة المصرية الوافدة كانت بتعاني الأمرين قررت السلطات الكويتية في شهر سبتمبر اللي فات عودة الطيران المباشر مرة تانية وطبعا فرضت الكويت ضوابط على العمالة المصرية الوافدة وهي أنها لازم يكون المسافر حصل على جرعتين لقاح كورونا المعتمدة في الكويت وهي استرزانيكا وفيزر وجونسون وموديرنا وكمان يكون أجرى مسحة بي سي آر للتأكد من عدم إصاباته بفيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصول الرحلة المتجهة إلى الكويت كمان قالت السلطات الكويتية أن الوافد هيخضع لعزل منزلي لمدة سبع أيام بعد وصوله إلا أن هناك حالة واحدة لكسر هذه المدة من خلال إرسال مسحة البي سي آر على تطبيق مناع الإلكتروني لكن في تطور جديد لضوابط سفر العمالة المصرية الوافدة إلى الكويت كشفت مصادر حكومية في الكويت عن التوجه نحو اعتماد الجرعة الثالثة التنشطية من لقاح كورونا شرطا لاستماح بسفر المواطنين أو بدخول غير الكويتين إلى البلاد المصادر اللي نقلت عنها صحيفة القبس الكويتية قالت أن الموضوع ده لسه قيد الدراسة لكن ما فيش استبعاد أن يتم تطبيقه قريبا لأنه بيجي في سياق توجه عالمي كمان المصادر أضافت أن في توصيات عليا بضرورة استنفار جهود جميع الجهات المعنية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المطعمين بالجرعة الثالثة علشان يستمر التحسن الوبائي في البلاد قبل أسبوعين دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطني البلاد والمقيمين إلى الالتزام باللي ورد بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد وما سبقها من قرارات واللي بتيجي في إطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها كما دعت المواطنين اللي اضطرتهم ظروفهم إلى الصفر في الوقت الراهن الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها والإجراءات اللي بتتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته كمان بالمناسبة قرر مجلس الوزراء الكويتي إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وبينجلدش وباكستان وسريلانكا ونيبال لكن طبعا مع الالتزام بالضوابط اللي بتحددها اللجنة الوزرية لطوارق كورونا أيضا أرسالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي خطاب للمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية علشان تحديد الساعة المقعدية للرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ما بين مصر والكويت وتكرر بالفعل البدء بالتشغيل المباشر للرحلات الجوية بين البلدين الشققين لمطار الكويت الدولي حسب الساعة المقعدية للرحلات بـ 1562 راكب فيه اليوم على أنه يتم زيادة العدد مع تحسن الوضع الوبائي كمان الكويت طلبت من سلطة الطيران المدني المصرية تحديد أسماء شركات اللي هتقوم بالتشغيل من حصة الجانب المصري علشان يتم الموافقة على جداول التشغيل دون تأخير أخيرا وصلت أسعار التذاكر لمبالغ قياسية وتذكارة الطيران الزهاب والعودة هتكون ما بين 500 ل600 دينار ترجمة نانسي قنقر